الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مفتيا للجمهورية لمدة أربع سنوات وأفاد بيان لمشيخة الأزهر أن القرار جاء بناء على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه أجرى سلسلة من التدريبات تحاكي القتال في المنطقة الشمالية وأوضح بيان لجيش الاحتلال أن التدريبات شملت على سيناريوهات قتالية بما في ذلك التحرك في مناطق معقدة والتقدم في ممرات جبلية وإخلاء الجرحة من ساحة المعركة تحت النار وتعزيز التعاون بين القيادات المختلفة قالت وكالة إيرنا للأنباء في إيران أن الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية بالمناطق الغربية من البلاد قرب الحدود العراقية لتحسين الاستعداد القتالي ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول أن التدريبات العسكرية التي بدأت الجمعة الماضية ستستمر حتى غدن كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن أنظمة ثواريخ طويلة ومتوسطة المدى وطائرات استطلاع بدون طيار ورادارات بحرية أضيفت مؤخرا إلى الأسطول الإيراني استقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزير الثقافة أحمد هنو في مهرجان العالمين الجديدة واستحب الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة عمر الفئي وزير الثقافة في جولة تفقدية في المدينة وشهد إطلاق معرض وزارة الثقافة بأرض المعارض على هامش فعاليات المهرجان أسدلت العاصمة الفرنسية باريس الستار على فعاليات أولمبياد 2024 بحفل ختام مبهر احتضنته استاد فرنسا وشهد حفل الختام عدة عروض موسيقية وغنائية وانتهى بتسليم العالم الأولمبي إلى كارين باس رئيسة بلدية لوسانجلس التي تحتضن أولمبياد 2028 وتصدرت الولايات المتحدة جدول الميداليات في ختام منافسات دورة الألعاب الأولمبية انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يوماصر بعد الفاصل